متتبق قناة مصطفى التعليمية مرحبا بكم في درس جديد في النشاط العلمي الحصة الرابعة انتقال الصفات الوراثية عند النباتات الترسميسيون دي كاراكتر ايريديتر شهي الفيجيتو اولا الاحظو اتساءل اثناء استخراج البودور من تمار الفاصولية لاحظت سلما وجود بودور حمراء في بعض التمار وبدور بيضاء في تمار اخرى اتساءل اذا كما تلاحظون في الصورة فهينك تمار وبدور الفاصولياء هناك تمار بيضاء ، بودور بيضاء وبودور حمراء اذا التسا 1985 الذي سنترحه هو كيف يمكن الحصول على بودور من الفاصولية في الغالب نحصل دائما لبودور بيضاء في الفاصولية اذا كيف يمكننا الحصول على بودور حمراء من الفاصولية لو دون أجوبتي في دفتر التقصي إذن سنفترض أن صفة بذور الفاصولية فهي صفة وراث وراثية إذن صفة بذور الفاصولية هي صفة وراثية ثانياً أنجز تم زر بذور فاصولية حمراء وأخرى بيضاء إذن في حالتين الحالة الأولى والحالة الثانية إذن البذور المستعملة في الزرع هنا بذور حمراء وهنا بذور بيضاء النبتة ثم التمار ثم هنا بذور محصل عليها إذن في الحالة الأولى حصلنا على بذور حمراء في الحالة الثانية حصلنا على بذور بيضاء ألف ما لون البذور المحصل عليها في الحالة الأولى إذن كما تلاحظون في الحالة الأولى حصلنا على بذور حمراء وفي الحالة الثانية حصلنا على بذور بيضاء بقرن لون البذور المحصر عليها بلون البذور التي تم زرعها في الحالة الأولى إذن في الحالة الأولى قمنا باستعمال بذور حمراء في الزرع فحصلنا على بذور حمراء في الحالة الثانية تم استعمال بذور بيضاء فحصلنا على بذور بيضاء بالتالي فاللون حصلنا على اللون نفسه للبذور التي تم زرعها في الحالة الأولى وكذلك في الحالة الثانية اللون نفسه للبذور التي تم زرعها جيم نستنتج بخصوص صفة لون البذور عند الفصولية أن إذن فنستنتج إذن أن صفة لون البذور هي صفة وراتية إذن صفة لون البذور صفة وراتية ثالثة تعلمات الجديدة أقرأ ثم أملأ إذن سنملأ الفراغات بالكلمات التالية النباتات ثم وراتي إذن تتوفر النباتات على مجموعة من الصفات منها ما هو وراتي ومنها ما هو غير وراتي تنتقل الصفات الوراتية إلى النباتات عن طريق البذور بعد إنباتها تنتقل الصفات الوراتية إلى النباتات عن طريق البذور بعد إنباتها رابعا استثمر تعلماتي النشط الأول يتميز البرتقال بصفات مختلفة أضع علامة أمام الصفة الوراتية إذن هنا عدد الفصوص الحجم الطعم واللون إذن فأدد الفصوص فهي صفة غير وراتية كذلك الحجم بينما الطعم واللون فهي صفات وراتية باختلاف عدد الفصوص والحجم العطوص actualي 2 لذلك لذلك وراتية لذلك مزانة دعوص 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 اهنا الواتيقة الي كذلك يعني جوج الوعا الافجل هنا الافجل على شكل دائري وافجل طاوير إذن الشكل الأول يعطينا البودور دياله يعطينا فجل دائري ثم الشكل الثاني أو النوع الثاني يعطينا فجل طويل donc je mets une croix devant la proposition juste après germination إذن بعد الانبات سأضع علامة أمام الاقتراحات الصحيحة أو العبارات الصحيحة donc لغين دياله يعطينا فجل على شكل دائري لغين دياله يعطينا فجل دائري لغين دياله يعطينا فجل دائري للشكل طويل يعني هذ المعلومات العفلة الثاني في السياسة هدي الشكل الثاني يعطينا، فجل طويل يعطينا فجل طويل إذن صحح لغين دياله يعطينا فجل طويل لغين دياله يعطينا فجل على شكل دائري إذن هذا البودور للصنف الثاني يعطينا في الجل دائري بالتالي فهي عبارة خطئة إذن عبارة خطئة البودور للصنف الأول تعطينا في الجل على شكل طويل إذن فهي عبارة خطئة كم نسمى لكاركتر فرم دو ردي إذن نسمي سفات شكل الفجل ال ردي هذا الشكل فهي دنك سفاتون ويراتية سيد تن كاركتر إردتار سفاتون ويراتية كاركتر إردتار الويراتية ليردتار الصفات المولودة لكاركتر إردتار إذا انتهى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر